بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو رقم خمسة في السلسلة الخاصة بشرح معايير المحاسبة الدولية والمصرية وده الفيديو التاني في شرح قيمة التدفقات النقدية الفيديو اللي فات شرحنا كيفية اعداد القيمة والاطار النظري كان اهم حاجة فيه فيه تصوري التفسيرات المتعلقة باعداد القيمة ليه بنضيف الحاجات دي ليه بنخصم الحاجات دي ليه الطريقة المباشرة غير الطريقة غير المباشرة ليه الزيادة تضاف ليه النقصة تطرح مش عارف ايه الحاجات دي كلها المعالجات فسرناها ليه السبب ايه عشان نفهم القيمة مش نحفظها نحفظها يبقى مش هنقدر نعملها في كل الاحوال لكن طالما فهمناها باي بند اختلف السنة دي يعني السنة الفاتت هنقدر نعالجه ونتصرف فيه يبقى فهم القيمة مهم جدا ده اللي عملنا الفيديو اللي فات النهاردة بقى نطبق ونحل حالات عملية شاملة معا كمان هنعمل حاجة اسمها تحليل مالي لنتائج القيمة هو الانشاط التشغيلية والاسمالية والتمولية والمصاريف اللي بتتصرف شهريا لكن الانشاطة الاستثمارية مش لازم تحصل كل سنة على فكرة والانشاطة التمولية ممكن تبقى صفر هو مفيش توزيع ارباح مفيش اصدار اس هو مفيش اقتراض ممكن تبقى صفر يقول لك الانشاطة التشغيلية لازم لو انت شركة موقفك يبقى كويس لازم يبقى الانشاطة التشغيلية بتاعتك بالموجب لان معنى الانشاطة التشغيلية بيه سالب ان انت مش هتقدر او عندك مشكلة فيه سداد التزاماتك المتدولة وكذلك تقدرتك على تشغيل رأس المال العامل اللي هو تشترب ضاعة وتشغل مشاتك ده رأس المال العامل لو الانشاطة الاستثمارية بالسالب هل ده وضع كويس ولا سيء اولا انشاطة الاستثمارية بالسالب معنى انه بشتري اصول واستثمارات لا مش بالضرر وضع سيء لا طبعا وضع كويس بشتري يعني بتوسع معايا فائد بشتري استثمارات او رأس مالية او معايا فائد وبتوسع وبعمل مخازن جديدة مباني جديدة الات جديدة طب لو بالموجب الموجب معناه ان انا ببيع اصولي على حسب بقى ببيع اد ايه يعني الموجب ده الفرق اد ايه يعني برضو بقى تقدم الاصول وهل انا ببيع اصولي عشان بصفي وبخسر ولا هل انا ببيع اصولي عشان السنة الجاية نوى اشتري اصول جديدة فلازم الحاجات ده كلها تبقى معلومة الانشاطة التمولية لما تبقى بالسالب معناها ان الشركة بتسدد التزامتها اللي عليها وده المفروض امره كويس طب ظهورها بالموجب معناها ان احنا اما اصدر نقاسهم بنزود رأس المال كنشاط تمويلي وفي نفس الوقت توسعي او بنقوم بالاقتراض لتمويل انشطة الشركة التلات انشطة اللي لايك كلمت في مدول مع بعض بقى نربطهم نتائجهم طلع ايه عشان كده ده اللي هتلاقيني يعملهو لك في الجدوى اللي جاية ده مديك كل الحالات ده موجب ده سالب ده سالب ده مش عارف ايه طبعا تحليل الانشطة دي مع حاجة اسمها النسب المالية انا اتكلمت باستفادة يعني عملت فيديو مخصوص اسمه التحليل المالي لقيمة تدفقات النقدية هيبقى بقى فيه نسب وحاجات متعلقة بالقيمة في البليليست الخاصة بالتحليل المالي على القناة نحو عايز ترجع له باستفادة يعني ايه عندنا تلات انشطة بقولك اول احتمال لو التلاتة بالموجب تلاتة بالموجب معناه انشطة تشغيلية بالموجب ان انا معايا فاقد من الاعمال التشغيلية فاقد نجدي ده معناها الانشطة الاسمالية بالموجب معناها ان انا ببيع بعض اصولي هل بقى ببيع عشان نوى صفي مثلا ولا ببيع عشان السنة الجاية نوى توسع الانشطة التموية بالموجب معناها ان انا برضو باخد تمويل فغالبا ممكن الشركة دي تكون بتبيع اصول الماشي السنة دي بس هيخدت كروض عشان السنة الجاية تجيب اصول مكان اللي بتبيع هدي طب لو التلاتة بالسالب ده موقف بص عشان اريحك الانشطة التشغلية اللي بتعرفني هو موقف قوي ولا ضعيف طبعا الامر مش هيتم بمعزل عن بقية التحليلات المالية لانا ما عنديش قيمة الداخل قدامي دلوقت قيمة الداخل ده مؤشر بالنسبالي النساء المالية مؤشر سأنا بكلمك على الوضع اللي قدامي ده ممكن يبقى معنى ايه ان التلاتة بالسالب ده موقف ضعيف يعني انشطة التشغلية بالسالب موقف ضعيف وفي نفس الوقت الشركة بتسدد الالتزامات اللي عليها وبتشتروا اصول فأنا كاتب لك يا حالة اشبه بعدما منطقية ما فيوش منطق يقول ان انا اكون انشطة التشغلية بالسالب وبسدد اللي عليها وفي نفس الوقت اشتروا اصول صعب شوية طب لو التشغل موجب والاستثمار موجب ده موقف قوي والتمويلي سالب يعني انا بسدد اللي عليها ده موقف قوي على فكرة قوي جدا لان معنا ان انا الفائد بتاع التشغيلي استخدمته في سداد الالتزامات اللي علي لانا طالع بالسالب تمويلي وفي نفس الوقت بشتروا اصول جديدة بشتري اصول جديدة احنا بنتكلم على الحالة اللي هي موجب موجب لا الموجب التانية دي مش معنا ان انا بشتروا اصول جديدة معنا ان انا ببيع الاصول بتاعت اللي انا بنا لان لما انا ببيع فتطلع بالموجب فيبقى انا اش اصدع لدي الحلال اللي بعديها التشغيلية موجب ماشي موقف قوي التمولية موجب باخد قروض الاسمارية سالب باشترو اصول او انا فسرتها لقوي يبقى انا معاي فلوس تشغيلي في نفس الوقت عايز بقى اشترو اصول كتيرة فبقى اخد قروض اشتري بيها استثمارات واصول ده بقى اللي انا كان اصدع لديه موجب سالب سالب التشغيلية موجب والاستثمارية 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 سالب ده معنى إيه؟ إن أنا بستخدم الفائد التشغيلي في سداد التزاماتي لأنها بالسالب بسدد وفي نفس الوقت بشتري استثمارات جديدة وأنا كاتب ده الوضع الأمثل طب لما يبقى التشغيلية سالب ده موقف ضعيف ماشي بس التمولية موجب والاستثمارية موجب هو ده ممكن يكون معناه الشركة ماشي موقفها ضعيف عشان كده بتاخد قروض تعمل حاجة اسمها هيكلة تبيع عصولها عشان كده تطلع بالموجب والسنة الجاية تعمل إيه؟ تشتر أصول جديدة وممكن يكون ده التفسير طب التشغيلية سالب ماشي موقف ضعيف التمولية سالب بنسدد اللي علينا الاسمارية موجب بنبيع أصولنا بنبيع أصولنا وممكن الشركة هنا بتقترب من وضع التصفية زمانة كاتب طب التشغيلية سالب ماشي موقف ضعيف التمولية موجب بناخد قروض الاسمارية سالب بنشتري استثمارات جديدة يبقى الشركة دي رأس الماء اللي عامل فيه مشكلة فهي بتحاول إن هي تاخد قروض إن هي تحل المشكلة دي تعال بقى نشوف حالات عملية على القائمة متعددة الأفكار طبعا الحالة الأولانية دي أنا نزلتها على الجروب حوالي يومين أو ثلاثة عشان الناس تتشارك معي وتحلها لم أجد ولا حد حلها ولا حد بعتلي أصلا بيسألني يعني نحلها إزاي أو النقطة دي مش عارفة أحلها طيب أنا استغربت طبعا لأن أنا الشهور اللي فاتت دي كان يوميا بيجيلي مش عايزة أقول لكم يعني كم رسائل هتشرح إمتى المعيير هتشرح إمتى المعيير طيب أنا بشرح المعيير ده مش كفا أنه نشرح ما لازم حضرتك تتابع معايا تذاكر يعني لأن إنت لو متابع السلسلة دي وفهمت المعيير وما ذكرتش وركنتها شوية هتلاقي نفسك نستها لازم تتابع وتحل بإيدك ده نصيحة ماشي أول تمرين ده كان امتحان جمعية المحاسبين والمراجعين دور يونيو عام 2022 وأنا كنت أخذ سكرينشوت بس لقيت أن الكلام مش يبقى واضح شوية فأنا كتبتك بإيدي من أول وجديد يعني دي نفس السؤال اللي أنا نزلته على الجروب ماشي طبعا عشان أحل أي قيمة نتفقات نقادية محتاج حاجتين أو ثلاثة الحاجة الأولى قيمة مركز مالي مقارنة لازم تبقى مقارنة أخر سنتين قيمة دخل بتاعت السنة دي زائد شوية ملاحظات بستعين بيها بتفدني في أعداد القيمة إن وجدت فدي قيمة المركز المالي أهيت وبقول لك تم بيع أعالات بتكلفة كذا واتهلك منها ستين في المية وتم دفع توزعات أرباح يعني توزعات الأرباح مش مستحقة لا ده دفعت تم إصدار أسهم مقابل شرق أراضي محوظة مهمة تم بيع استثمارات واللي كانت مكلفاني خمسة وثلاثين بس ما قلنش بعناب كام أنا اللي أجيب لم يتم إعداب أي ديون خلال العام يبقى رقم العملاء اللي قدامك ما فيهوش ديون معدومة ودي قيمة الدخل اللي طلع منها صافي الربح قبل الدرايب مئة واثنشر ألف وطلع منها صافي الربح العادي سبعة وستين ألف المطلوب القيمة بالطرقتين أنا أعتقد اللي امتحانك نطلب الطلال غير مباشرة بس لا بس أنا حل بطرقتين أنا حل معاك الطرقتين ماشي وأنا سيب السؤال مفتوح كده على طول قدامك السؤال هوت وأنا أقول الإجابة عشان إيه تعرف الإجابة بتيجي منين عشان موعدش أقلب واتهو معاين طيب أولا قيمة الدخل اللي قدامي دي هفهاش الإهلاك قد إيه بس كاتب لك إيه وصرفات التشغيل تتضمن الإهلاك يبقى ما عليش إهلاك قد إيه يبقى أنا مش هقدر أحل الطريقة الأنشاط التشغيلية ألا لما يبقى عند الإهلاك والإهلاك على فكرة مش هقدر أجيبه ألا ما حل الإستثمارية يعني في أصل إتباع في آلات إتباعي تكلفتها 10.000 تمام يبقى أنا هبدأ بالإستثمارية عشان أوصل للإهلاك طيب تعا نحل بقى كنا بنحل الإستثمارية دلوقتي خلي بالك بولك في آلات إتباعي تكلفتها 10.000 جنيه أنا مليش دعب تكلفتها أنا عايز أعرف إتبعت نقدا بقد إيه حلو طيب لو نزلنا تحت في قيمة الدخل هتلاقي مديك خسائر بيع آلات 3.000 شكرا ماشي تمام هنعمل إيه في الحلقة دي هنشوف هو هنشوف هنعمل إيه فيه طبعا قاعدة بتقول أن أرباح أو خسائر البيع بتساوي سمن البيع نقدن ده اللي أنا عايز أجيبه ناقص التكلفة الدفترية لا بتساوي التاريخين أصب مجمع الإهلاك طيب إيه عندي بقى في الليلة دي عندي خسائر البيع سالب 3.000 عندي تكلفة الأصل المباع 10.000 بس ما عنديش مجمع الإهلاك أجيبه وما بقول لك اتهالك 60% من الأصل والأصل ده كلفته 10.000 يبقى مجمع إهلاكه كام 60% يعني 6.000 يبقى كده هروح قال أول معدل عندي هقول إيه بقى سالب 3.000 بتساوي سمن البيع نقدن اللي أنا معرفوش ناقص افتح كوس 10.000 ناقص 6.000 يعني التكلفة دفترية 4.000 يعني تمام يعني أنا خسرت سالب 3.000 والأصل تكلفة الدفترية 4.000 يبقى أنا بيعته بكام ها 8.000 اللي بيع 1.000 جنيه أنا كده خسرت فيه 3.000 تكلفة الدفترية 4.000 وبيعته بألف إيه بأول نقطة جبناها بيعنا الألات بألف يا أول حاجة هتروح القايمة بص بص كده بص الألات قد إيه الألات عشرين عشرين كانت تمانية واربعين باعت سبعين ألف آه ده أنا اشتريت ألات كمان يعني أنا باعته واشتريت خلي بال طب أجيب اللي أنا اشتريته إزاي بالراحة بقى كده عايزين نفهم الألات في بداية العام كانت تمانية واربعين ألف باعت منها ألات تكلفتها عشر يش دعب الألف لأن تتسجل في قائمة مركز المال بتكلفة تاريخية الأصول السابتة دي يبقى التمانية واربعين باعت منها ما تكلفته سبع وعشر تلاف أصبحت تمانية وثلاثين ألف تمانية وثلاثين ألف ده آخر السنة لقيتها سبعين ألف يبقى أنا اشتريت آلات با Brillat الفرق تنين وتلاثين ألف بتبقى أنا عنت مبعات آلات نقدا آلف واشتريات آلات نقدا تنين وتلاثين ألف تعال بقى نجيب الإهلاك بالمرة بقى تعال�الات نجيبه ازاي بص مجمع إهلاك مش فيه آلات اتباعت وبالتالي بتستبعد هي ومجمع اهلاكها يبقى هنعمل ايه بقى؟ بص هنعمل ايه احنا اول العام مجمع اهلاك الآلات كان 14000 فيه 6000 اهلاك الآلات مباعث استبعدوا يبقى اللي 14 نشيل منهم الستة 14 نقص الستة كام؟ 8 اخر السنة لقيت المجمع 21 يبقى اللي اتهلك هذا العام من الآلات 13000 الفرق 21 نقص 8 يبقى اهلاك الآلات 13 طب معنا عندي مباني هي في التمرين المباني ما فيش ما تبعدش وما فيش مباني تباعت تمام؟ يبقى مجمع اهلاك المباني كان 28 اصبح 37000 يبقى تهلك من المباني ما قيمته 9000 جنيه يبقى ازا اجمال الاهلاك بيساوي 13000 زائد 9000 يدينا 22000 قادل اهلاك هولا انا عايزه في التشغيلية برضو صح كده؟ تمام لسه على الفكرة الاسمارية ما خدستش فيه استثمارات هي بيقولك ليست للمتجرة انا عايز اقولك نها طويلة الاجل يعني استثمارية لو للمتجرة كنا حطناها تشغيلها خلي بالك ده معناه هو بيقولي تم بيع استثمارات تكلفتها 35000 تعني ننزل تحت كده في قيمة الدخل بيقولك اهو في مكاسب بيع استثمارات ب15000 تمام تمام بل استثمارات اللي تكلفتها 35000 انا بيعطتها بخمسة وتلاتين بيعطتها بخمسين الف زووت خمستاشر زووت خمستاشر صح كده؟ لانكسبت فيها خمستاشر يبقى خمسين الف لسه؟ طب الاساسمارات في اول السنة كانت خمسة وتمانين لما نشيل منها خمسة وتلاتين الف يدينا خمسين الف صح؟ صح؟ ما نشيل التكلفة خلي بالك بل بنشيل سعر البيع لان احنا قلنا الحاجات دي بتتسجل بالتكلفة واخر السنة بتتقيم اه ده موضوع تاني ماشي يبقى اذا الاستثمارات كانت خمسة وايه؟ خمسة وتمانين بعت منها ما تكلفت وخمسة وتلاتين اصبحت خمسين الف الاستثمارات اصبحت خمسين الف تمام؟ اخر السنة لقيتها خمسة وخمسين يبقى انا اشتريتو ولا بعت اللي بعت جبتو خلص انا اشتريت بخمسة وتلاف يبقى انا بعت استثمارات بخمسين الف نقدا وشتريت استثمارات بخمسة تلاف لانها زادت من خمسين الى خمسة وخمسين لسه في اراضي لسه والنش Southwest مريى ببصة على ايه؟ على الاصول الغر متدولة الاراضي كانت خمسة وعشرين اصبحت اربعين ومفيش اراضي تبيع يبقى انا اشتريت اراضي بـ 15000 ولكن هذه الـ 15000 ليست نقدا واحد يقول لي ليست نقدا فكر عشان في معلومة قدامك هيت بتقول تم اصدار اسهم مقابل شراء اراضي يبقى الاراضي اللي انا اشتريتها دي ما دفعتش فلوس اما انا عملت ايه اديت للبيع اللي باعلي اسهم مكان الفلوس ده معناه يبقى دي ليست تدفق نقدي خالص ومعنى قيمة دفقات نقدي بتأثر على النقدي بقى العملية دي ما قصرتش على النقدي الاراضي دي يعني دي اسمه مبادلة خط اراضي خط قطعة ارض يعني قدت لصاحبها اسهم بـ 15000 جنيه ابدا هنرجع لها تاني واحنا ايه مناخد الاسهم في التمويلي مرضو لازم الـ 15000 دي استبعد تأثيرها لانه مش نقدي كده الانشيطة الاستثمراء يا خدس تمام؟ نخلي التشغيلات في الاخر بقى خش على التمويلية تمويلية بقى عشان نحلها لازم ننزل تحت كده في الالتزامات طويلة الاجل تمام؟ اولا نبدأ بأوراق دفع طويلة الاجل ماشي خلي بالك أوراق دفع طويلة الاجل هتعالج تمويل انها طويلة الاجل كده لو كان قال أوراق دفع وسكت كانت تتعالج تشغيل لكن دي تمويل أوراق الدفع أول العام كانت سبعين ألف بقت اتنين وستين ألف كده انا سددت ولا خدت تمويل من خلال أوراق الدفع يعني خدت فلوس وكتبت كنبيالة يعني على نفسي لأنا سددت من اللي علاية يعني اللي علاية قال كان علاية سبعين أصبح علاية تنين وستين يبقى تم سداد أوراق دفع بثمان تلاف جنيه رأس المال كان متين وستين ألف أصبح تلتمائة وعشرة ألف زاد بخمسين ألف لتضفق داخل ديت الناس قاسهم وخدت خمسين ألف بس أنا مخدتش خمسين ألف لأن منهم واحد اديته قطعة أرض فاكر يبقى إذن إصدار الأسهم هيطلع خمسين ألف يشيل منه خمسة ألف مبادلة مع أراضي يبقى النقدي من الخمسين كام خمسة وثلاثين ألف هضفق نقدي داخل الأرباح المرحلة دي بجيب منها إيه؟ توزيعات الأرباح هو قالك فوقه هو تم دفع توزيعات أرباح خلال العام دي بجيب إزاي توزيعات الأرباح بالرح بص يا جماعة الأرباح اللي بجيلي دي بوزعها على الملك واللي تبقى اسمه توزعات أرباح يبقى بيجيلي فلوس أرباح يعني ما وزعها يبقى تحتجز فعشان كده بجيب توزيعات الأرباح إزاي؟ ركز معايا أول العام أرباح المرحلة كانت اتنين وتسعين ألف حلو التكلام؟ وكسبت هذا العام سبعة وستين ألف قدامك الرقم هو أخر رقم فأنا بروح أيل أرباح مرحلة لا أرباح مرحلة أول السنة خمس وتسعين مش نون وتسعين لأننا السنة القديمة على الشمال خلي بالي يبقى أرباح مرحلة خمس وتسعين ألف أضيف عليها صف ربح سبعة وستين ألف يدينا كل أرباح اللي عندي كده لحد الآن مية اتنين وستين ألف يبقى المفروض أرباحي كان مية اتنين وستين ألف أما بص أخر سنة تنين وتسعين معناها إن أنا وزعت الفرق يبقى مية اتنين وستين ألف ناقص اتنين وتسعين ألف يبقى أنا وزعت أرباح بسبعين ألف تضفق خارج بيقلل الفلوس صح؟ ولا بيزود بيقلل طبع الفلوس كده خلصنا التمولية والإيه؟ والاستثمارية صح كده؟ نجيب قليل التشغيلية نبدأ بالطرق غير مباشرة طرق غير مباشرة اتفقنا نجيب صف الربح اللي هو وفق أساس استحقاق نحاول الأساس النقديم اللي هو نسميه صفت لتفقات النقديم من الأنشاط التشغيلية فنجيب صف الربح قبل الدرائب ولو خدنا بعد الدرائب مش هيبقى غلط بس هيبقى فيه فرق في معالجة الدرائب المهم هناخد المية واثناشر ألف اللي هو الربح قبل الدرائب نعمل بإيه؟ نعدله بشوية تسويات بتختلف فال أساس النقدي عن أساس الاستحقاق أول حاجة الإهلاك يضاف الإهلاك لأن الإهلاك ليس مصروف نقدي وعندما أدرج الإهلاك كمصروف في قيمة الدخل قلة للربح إذن استبعاد هذا الإهلاك يزود الربح تاني تمام كده؟ كلما المصروفات قلت في قيمة الدخل الربح بيزيد عشان كده بضيف الإهلاك فالهلاك احنا بطلعينه من شوية 22 ألف يبقى أنا هضيف 22 ألف هل فيه المحللة العملاء أو ديون مشوق في تحصلها؟ فيه كانت السنة الفتاة الثمانية بقت عشرة يبقى أنا ضمن مصروفات السنة دي فيه ألفين ديون مشوق في تحصلها دي برضه ما تدفعتش الحد ما تدفعتش الحد بقى دي برضه تضاف مع الإهلاك يبقى أضيف ألفين كمان إحنا ليه نضيف؟ هولتاني هو لأن أنا الألفين دي أدرجت عشان أجيب صفر ربح فأنا بعدل دلوقت صفر ربح فالألفين دي مش نقدي فعايز أستبعد تأثيرها عشان أستبعد تأثيرها عشان أستبعد تأثيرها الربح هيزيد لأن المصرفات كل اللي مقلت الربح بيجيد ما هو كده لكن المصرف بيقيل لأن بشيل الألفين وبشيل الاتنين وعشرين ألف دلوقت ما أبص على الأصول المتدولة والتزامات المتدولة أسويها في الطرية الغير مباشرة بس عادة النقلية طبعا العملاء كانت مية وثلاثين ألف بقت مية خمسة وخمسين ألف زادت بخمسة وعشرين ألف تضاف ولا تخصم تضاف ولا تخصم لما العملاء تزيد تخصم تخصم لأن معنى معناها إيه؟ إن المية وثلاثين دول ما تسددوش وفيه كمان خمسة وعشرين ألف من المبعات اللي هي دخلة في قيم الدخل ما تسددتش لأن العملاء زادت العملاء زادت الفكرة مش شرط إن المية وثلاثين كلهم ما تسددوش ممكن يكون جزء منهم يعني ممكن كل مية وثلاثين دول القديمة سددت منها خمسة وفيه تلاثين ألف من مبعات السنة دي لم تسددها نفس الوضع مثلا للتبسيط بقول إن افترض الموتى لا تسددوش وكمان في خمسة وعشرين فوقيهم المغزون زاد ولا لأل زاد برضو ده يطرح زي يبقى الأصول المتدولة عادة النقدية لما بتزيد بخصمها طبعا قلنا التفسيرات ده كلها الفيديو اللي فات استثمارات لا دي ملناش دعو بها بقى اتعالجت في الايه في الاستثمارية عفو خش بقى على التزامات المتدولة عملنا احنا أول ثلاثة دون خش على المواردين المواردين كانت ستة بقت ستة وستين زيادة الالتزامات المتدولة تضاف تضاف لأن معنى المواردين دي زادت إن انا اشتريت نقدا اشتريت قاسف اشتريت مش اشتريت نقدا لأن معنى التزامات اللي عليا زادت زادت التزام زادت كان في قصده تضافك نقدي جالي ده معنى الدرائب ده هنعليجها الوحدة هنعليجها الوحدة ازاي بقى؟ لان انا مش مدخل الدرائب صف ربح لان بدق بيه انا بدق بصف ربح قبل الدرائب بص الدرائب هنعليجها ازاي ضرائب الدخل كانت كام؟ الدرائب بتاع السنة دي خمسة واربين ألف حال يبقى من المفروض أسدد السنة دي خمسة واربين ألف الدرائب المفروض أسدد خمسة واربين ألف يقولك الدرائب المستحقة السنة اللي فاتت كانت عشرة السنة دي بقت اتناشر عرف دي معناها؟ ان فيه الفين من الخمسة واربين ما تسددوش كمان يبقى العشرة لم يسددو وفيه كمان الفين من الخمسة واربين ما تسلوش لإنزام الضريب اللي علىها زاد بقى اتناشرة بدل عشرة يبقى اذا انا عايز اللي تسدد بقى انا عايز المسدد من الضرائب لانا مش حد الضرائب خالص في صف الربح قبل الضرائب يبقى المسدد من الضرائب هيبقى كام تلاتة واربين الف على فكرة ده الحل اللي انا عمال احله معاك هو وقادي الانشطة التشغيلية هي لا لسه حلها دلوقتي تلاتة واربين الف وقادي الاسلسمرية هي الالف والتنين وتلاتين بالسالب والخمسين بتاع مبعاة لا استثمارات والمشتريات والتمولية قداما كهود تلات حيات لا لسه انا بقى يا زحرف انا حلية صح والغلط التشغيلية مطلع تمانية واربين صافي الاسلسمرية مطلع اربعتاشر صافي التمولية مطلع سالب تلاتة واربين الف هنجمع تاته دول مع بعض يدينا 19 ألف يبقى التغير في النقدية كام 19 ألف وأنا نقدية أول في قيمة المركز المالي 51 يبقى أنا السنة دي التغيرات اللي طرقت عن نقدية ضرفك نقد داخل كاش إنو كاش قوت خارج طلع 19 وكان معايا في الخزينة أول العام 51 ألف يبقى معايا آخر السنة كام 70 ألف هل السبعين دي هي اللي ظهر في قيمة المركز المالي ضمن الأصول المتدولة لو ظهر يبقى حل نصح 70 ألفة النقدية في 21 و 21 سبين ألف يبقى الحل بصح تمام على فكرة لسه الطرقة المباشرة الطرقة إيه المباشرة احنا عملنا كده بغير مباشرة تعال نحل بقى التشغيلية والطرقة المباشرة التشغيلية بقى بنجيب معادلات أول حية بنجيبها المتحصل من العملاء نقدا عشان أعرف أبط من العملاء قد إيه لازم أعرف مبعاتها قد إيه فبنبدأ بالمبعات فالمبعاتها هيت أو الإرادات 950 ألف والس بقى كده العملاء كانت 130 بقيت 155 زادت ده معنا ما أبطش 950 كلها في 5 و20 ألف ما أبطهمش من العملاء يبقى زيادة العملاء بتنقص متحصلاتي من العملاء يبقى الإجابة تبقى 925 ألف بعد كده المدفوعات للموردين هي زي زي متحصلات العملاء بس هناك ببدأ بالإرادات أو المبعات هنا ببدأ بالمشتريات طيب الراجل ده مدنش المشتريات بس ده أنا تكلفة البضاعة المباعة شايفها؟ اللي هي 600 ألف يا شايفها؟ تمام 600 ألف دي بسواب مغزون أول وآخر بجمع مغزون آخر وطرح مغزون أول يبقى هروح آية زائد 75 ناقص 61 يدينا 614 ألف ده المشتريات أعدلها بقى بالموردين عشو أعرف سددت قد إيه من المشتريات دي نقدر طيب الموردين هنا زادت بكام؟ فين؟ الموردين زادت بستة لاف يبقى أنا المشتريات بتاعتي 614 ألف الموردين زادت بستة لاف معنى أن فيستة لاف ما تدفعوش يبقى ناقص ستة لاف يبقى زيادة الموردين تخصم يدينا 608 ألف 608 ألف هتقولي طب في الطريقة غير مباشرة كنت بتضيف ليه زيادة الموردين؟ أنا في الطريقة المباشرة عايز صافي النقد جاهز فبالتالي أي أي حاجة هتزود المسدد نقد بخصمها وأي حاجة هتقلل المسدد نقد بضيفه لأنني أريد أوصل به للصافي النقد على طول Atau زيادة الموردين تنقص المسدد صح بقى أنني في الطريقة غير مباشرة عايز النقد على طاقتص المحصة الخ Reading هنا أريد الفرق لكن هناك اسبب أن است рублей لكن هناك US用 المسدد بطرحه حياة بالصاف اريد صافي اريد صافي اريد صافي التدفق النقدي لان انا بعملها في معالجة واحدة كلام ده قلنا الفيديو اللي فات فهتطلع مدفعات المواردين 680000 لان في 6000 ما تدفعوش لان المواردين زادت علي لسه مصاريف التشغيل نقدا اهو قيمة الدخل فهو مصاريف تشغيل فانا باخد اي حاجة مصروف او قراط فقيمة الدخل مصرفات التشغيل 250000 جواها اهلاك ب22 بشيلو نقص وجواها مصروف ديول مشكوف تحصلها ب2000 بشيلو نقص برضي بقى هطرح 22 وهطرح 2000 في نفس الوقت قيمة المركز المال اللي مفهاش مصروفات مستحقة ولا ايرادات مقدمة انبائزا هنطرح بس اهلاك والديول مشكوف تحصلها 226000 بس دي الطرق المباشر وطبعا ضرابة الدخل اللي عملناها قبل كده هتبقى 45000 الديها 43000 بقى دي الطريقة المباشرة هيت عملتها لك برضه طبعا لازم لما تجمع الارقام اللي انا عملها بالفسفوري ده لازم يديك نفس الرقم بتاع الطريقة الغير مباشرة اللي هو طلع 48000 اي 48000 انا عملتها لك تاني ده كده التمرين الاولان نجي بقى للتمرين التاني تمرين تقيل تمرين ايه تقيل وده هو رد ملحق بالمعيار طبعا الحل مش واضح خالص يعني في المعيار نفسه مش واضح خالص الحل وطبع الفكرة التمرين ده جي زيه وقبل كده برضه في امتحان جماعية المحاسبين ومراجعين تشابهوا كده تعالوا نشوف الدنيا فيها ايه بتاعتنا؟ يلا اولا دي شركة اشترت شركة تابعة بقولك في عام 2010 تم اقتناء كافة الاسهم في الشركة التابعة يعني روحنا اشترينا 100% من احدى الشركات التابعة بكام؟ بخمسمية وتسعين جنين اقدا وده القيام العادلة اللي احنا اقتنيناها والتزامات يعني كامل عادلة اصول والانتزامات يعني الشركة التابعة دي من الاخر ده القيام العادلة بتاعت اصولها والانتزامات مخزون 100 او ارقام ممكن قبل 1000 يعني العملاء 100 الاصول السابتة وفي نقدية 40 خلي مالك موردين 100 دون طويلة الاجل 200 اول كلمة كده قبل ما كمل الفكرة في النقطة اللي اجاة دي ان المعيار قالك لما يبقى في تضفق نائدي هنا تضفق نائدي خارج لان اشتريت استثمارات من شركات تابعة ده يدرج مستقل في الانشطة الاستثمارية هنا بقى المشكلة ان لما الشركة ده عملت قيمة المركز المالي حطت المخزون ده مع المخزون العادي بتاعها مخزون التابعة مع المخزون الاساسي بتاع القبضة يعني فاحنا الفكرة فين بقى هنفصل البنود دي عن بعض عشان الخمس بنود اللي قدناه دوله الستة دول هيدرجوا مستقلين في الانشطة الاستثمارية تمام الكلام؟ ده اول فكرة قلتها لك وقبل محل لسه محلتش والرجل من ديك قيمة دخل هيت فيها خلي بالك خسارة فرقومة غير محققة ماشي وقل لك نشأ مبلغ 250 من اقتراض طويل الاجل ماشي فيه كارد خدناه فيه توزعات ارباح مقالليش كام وقل اللي بدرايب في اول السنة كانت الف وبعدين بقت ربعمية وفيه مصرفات ضرايب اضافية 200 خلال فترة يعني الضرايب بتاع السنة دي 200 وفيه ضرايب محتجزة من المنبع عن توزعات ارباح الاسهم 100 تمام نشوف الحتة تانية من فاق قامت المجموعة باقتناء اصول سابتة اشترنا اصول سابتة ب1250 منها تسعمية بالاجل يعني ما دفعناش فلوسها واشترنا اصول سابتة نقداً 350 ماشي واضحة و1250 نشيل تسعمية بالاجل ادينا النقدي تلتمية وخمسين صح رقم سابعة دي بعنا معدل فيها يعني هو كان اعطى تم باقي الاصل السابت بكام وفيه تكلفة اصلية وفيه مجمع نقعد ثلاث منود اللي قدامك دول هو معطأ حاجتين منهم انا خليت ثلاثة مجهولين ونشوف احنا نجيب الثلاثة ازاي يعني صعبت المسألة شوي ومدينا العملاء في نهاية 2010 يقول لك يتضمن بند العملاء في اخر 2010 فواد مية يبقى لازم نشيل المية دي من العملاء لان دي هنا معمولة بالغلط يعني العمل اللي هنشوفها دلوقت هنشيل منها المية دي يقول لك مفيش عناصر دخل شامل اخر ماشي وقايده قيمة المركز من خباك العملاء هنشيل منها مية بتاعت السنة دي 2010 يعني قايده قيمة المركز المالي يقول لي يا معلم حللي القيمة دي بالطلقة المباشرة وغير المباشرة التمرين مش سهل عشان نبقى واضحين يعني فكر كده معاي هنعمل ايه؟ فكر معاي وانا معاك هوا طبعا احنا هنمشوا واحدة واحدة مفيش مشاكل خالص والدنيا هتتحل معانا لا تقلق نهائي ماشي بص يا سيدي اول حاجة قلتها لك المخزون والعمل والحاجات دي هشيلها من الكامل المناظرة بتاعتها في كامل المركز المالي والمية والمية والاربعين والسبوع والحاجات دي هتبقى مستقلة لوحدها يعني هفصلهم عن بعض بمعنى صح بش المخزون قدامك 100 والعمل 100 صح؟ شايفهم كده الشمال دول بص نامي المئة العملة بتاعت 2010 ألف وتسعمية هشيل من همية لان هما مدمجين مع بعض لان ده كامل المركز المالي بيبقى فيها كل حاجة في الآخر لانه قدامك هوا مفيش باند ان هو فاصلهم يعني لأ مفيش باند اسم استثمارات في هنا باند اسم استثمارات بقى في الحاجات دي لا مفيش هتقولي ده بفوح فاص استثمارات لا ده ديت استثمار في أوراق ماليه بعدين الرقم كان ألفون نص بألفون نص واو واو يعني تمام مش دي اللي استثمارات اللي احنا اصدنا عليها يبازا هو دخل كله مع بعض والمعار قال لك افصل عشان القارق عارف ان الشركة دي استثمارت في شركة تابعة بقد كده المبلغ كامل يعني لكن هنا مش واضح المبلغ كامل انه مدخل كله مع بعض بقى لها شيل من العملة مية بألف تسعمية خلي مالك العملة هيتشيل منها مية كمان بتاعت الفوائض المستحقة اهي رقم تمانية ملحظة رقم تمانية شايفتها كده العملة بقت الف وسبعمية اللي هنشتغل عليها بقى في الاخر المخزون هنشيل من ال الف دي مية تبقى تسعمية وهكذا بقى الأصول السابتة هنشيل منها برضو ستمائة وخمسين النقديد يقول لك انها بالفاية دلوقت الموردين التجاريين هنشيل منهم مية هذا المتين وخمسين تبقى مية مية وخمسين والديون طويلة الأجل هنشيل منها مية هي كاتت الفين تلتمية هنشيل منها مية تبقى الفين مية واحد يقول لي واحد بقى دارس كواب مالياه مجمع بقى المعارة اللي هو لسه ماشرح نهوش مش ممكن نبقى في شهرة ولا حاجة في الليلة دي تعال نشوف بص يا سيدي انا دفعت للرجل ده او اللي صاحب الشركة التابعة دي 590 جنيه 590 الف طبعا او مليون كمان في المقابل الداني الحاجات دي الحاجات دي صافي اصولها كام لو اصولنا انتزامات بنجمع وروح قالين مغزون زائد عملة زائد نقدية زائد اصول سابتة ناقص انتزامات موردين وديون الداني 95 و تسعين برضى يبقى في الشهرة يبقى اللي انا دفعته ويصاول اللي انا خدته يبقى مفيش شهرة مفيش شهرة مفيش شهرة ولا فيه مكاسب اقتناء لو العكس يعني تمام طيب انا عايز بقى اول حاجة تتحط عارف اول حاجة تتحط في الاشتاد الاسمارية ايه ال 590 دي ولكن ركز كده معي انا ادت للرجل 590 وخدت منه شواط اصول منها نقديه ب40 ها فاهمني يا عددت 590 ودينا 40 جنيه يبقى الصفي كام يبقى الصافي بقى يبقى الصافي 550 مش منطق اصلي مش منطق ان انا اقول ان انا خدت دفعت 95 وخدت 40 نفس الشخص احنا نفس الشخصين اللي بتعامل مع بعض يبقى نجيبها بالصافي دي نعمل له مقص عادي فيش مفا مشكلة نفس العملية يبقى اذا هنعتبر ان صافي الاستثمار 550 590 نقص الاربعين النقدية اللي هي جتلي ده اول بند على فكرة يظهر في الانشطة الاستثمارية 95 نقص 40 يدينا 550 تعالى بقى نحل كده التلالة المباشرة المرة دي الاول نبدأ بالتلالة المباشرة للانشطة التشغيلية اول حاجة متحصلات من العملاء نقدا ودي بنبدأها بالمبيعات المبيعات هنا 30 650 بنعدلها بالعملاء زادت ولا قلت ننزل تحت كده اللي بقى لك العملاء بقت 1700 فاكر ها لما شلنا المية بتاعت الاستثمار والمية بتاعة الفواد المستحك بقت 1700 يبقى عملاء اول كانت 1200 اصبحت 1700 زادت يبقى فيه 500 ما تدفعوش زادت ب500 يبقى نطرح من 30650 500 يدينا 30150 نخش بقى على المدفوعات للموردين عن المشتريات برضو وفيش مشتريات فيش مشتريات عندي بس فيه تكلفة مبعات 26000 بنعدلها بمخزون اخر واول بنروح ضيفين مخزون اخر اللي هو ما بقاش 1000 خلي بالك ها بقى 900 مش شلت 800 ما تنساش يبقى نطرح اخر نطرح اول اللي هو 1050 وبنجمع اخر اللي هو تسو مية واحد اقول له احنا بنجمع اخر وبنطرح اول انت بتاكس ولا ايه لا انا مغلطش مش تكلفة البضاع المباعب سو مشتريات زاد اول ناس اخر قلنا في فيديو عرض القوامة مالية انا بقى دلوقت عايز المشتريات مش تكلفة البضاع المباعب فبود السالب هناك بالموجة بوجيب الموجة بيبقى بالسالب دي الفكرة ان انا بجمع اخر ومطرح اول بعكس يعني بايزا هنجيب الاول المشتريات هتصوي تكلفة المبيعات 26000 نطرح منها اول 1050 نطرح اخر 900 اللي هو كان 1000 بقى 900 بعد ما شلنا المية بتاع السمارات هادينا 24950 يبقى ليه المشتريات بتاعتها عايز اعرف دفعت منها قد ايه السنة دي لما جيت اشتريها ببص الايه للموردين ببص للموردين فين هي الموردين خلي بالك الموردين هنشر منها 100 برضو يعني الموردين اللي 2250 دي هنخليها 150 يبقى الموردين كانت 1890 بقى 150 عارف دي معنى قلت عارف دي معنى ان انا سددت من اللي علي من السنين اللي فاتت كمان عارف دي معنى ايه اللي هو يعني للتبسيط معنى ان انا سددت كل مشتريات السنة دي اللي هي 14950 بالكامل وكمان سددت من السنين اللي فاتت الموردين اللي كانت عليها الموردين اللي كانت عليها الموردين اللي قالت هيبقت 150 طبعا هتقول لي دي 250 لا ما احنا قلنا احنا شلنا المية بتاعلى السمارات دي اللي هي فكرة المسألة على فكرة دي الفكرة الجديدة اللي انت ممكن تقول اوامر تشوفها اذا الموردين هتساوي 24950 زائد 1740 نقص الموردين يدينا 26690 هتبقى في الطرق المباشرة هتلاقي نقص الموردين ده بطرح وليس بجمعه ليه؟ أنا هنا عايز المسدد هناك أنا مش عايز المسدد أنا عايز المحصل نقص المسدد بيدينا الصافي يعني بمعنى صحي weer المسدد ده المسدد ده في الطرق الغير مباشرة بيقلل الصافي لكن هنا المسدد بيزود المسدد و Swift Ara Man يعني هي المسدد هنا بس يعني بص في الحل كده كده عشان بس تبقى أرف ما بقولي بص هنا وهو اذا مدفوعات الموردين هاجم على 1740 نقص الموردين اتضافه هو تعبقى في الطرقة غير مباشرة بقى كده. ده في الآخر. طرقة غير مباشرة. بص كده. ها. بص اف سبقا 40. الطرحتين. ها. ده اللي انا قصد عليه. يبقى في الطرقة المباشرة. ضفت نقص الموردين بيزود المسدد. لكن هنا في الطرقة غير مباشرة. زيادة المسدد بتقلل الصف. لان انا هناك عايز اجيب المسدد. زاد يبقى المسدد زاد. هنا عايز اجيب الصافي النهائي. فزيادة المسدد من الموردين بتخلص صافي قل. عشان كده طرحت ال 1740. ده كلام. مش هتلاقي حد يقلولك قبل كده. مع انك ممكن تقبله وانت بتحل. ليه هنا تضاف وليه هنا تطرح. فانا بفضل الله بقول لك كل حاجة مش سايب لك. فتفوت في القيمة بفوت سمعت الفيديو ده واللي فات. هتلاقييني ما سبتش اي حاجة. خالص. ولو سبت قلولي وانا قلها. يعني في زميل. ازا علام منه يعني. بعتلي على الفيديو اللي فات. تعليق كده على اليوتيوب. بقول لي انا طلغبط. طب بعتله بقول انت طلغبط في ايه. ما ردش. تعرف ان باسألك ليه. عشان في الفيديو نعمر شوح دلوقتي ده. اعيد النقطة دي لي. يعني انت لو كنت قلتلي مثلا اطلغبط في نقطة كزا وكزا ان شاء الله تقول لعشر نقط. هتلاقييني وانا بشرح الفيديو ده. هعيد عليه واناك انت مردتش. انا بقول لك انت طلغبط في ايه? ما سمعتش رد. يا جوز انت مقردش الرد بتاعي. ماشي. اه احنا كده عملنا مدفوعات الموردين نقدا. كده هنخش بقى على بقية المصاريف والارادات اللي وجدت. والضرائب طبعا. نمشي بالترتيب كده فيه مصرفات ادارية موجودة قدامنا بتسعمائة وعشرة. هل علىها ملحوظة? معلهاش ملحوظة. هل فيه مقدمات او مستحقات خاصة بالمصرفات الادارية دي? مفيش. خلاص يبقى هي زي ما هي. عارفت ما يعني ايه? اننا اساس للسلحاك تسعمائة وعشرة واساس نقل تسعمائة وعشرة زي بعد. فيش فرق. يبقى ازا المصرفات الادارية المدفوعة ده انا تبقى تسعمائة وعشرة. نيجي للفوائد. الفوائد. الفوائد ربعمية. الفوائد كام? ربعمية. عليها? مستحق كده على فكرة. بس كده انزل تحت كده. فوائد مستحقة ايه شايفها? كان علي فوائد بمية. بقى علي فوائد بمتين وتلاتين. عارف دي معنى ايه? ان في فوائد مدينة مصروف يعني. ان في المية القديمة ما تسددتش. والسنة دي كمان من الربعمية اللي عليها ما سددتش منهم مية وتلاتين. ما هي زادت مية وتلاتين. يبقى ازا مصروف الفوائد المسدد نقدا هيساوي. الربعمية اللي عليها كاملين اساس التحقاق. ناقص زادة الاستحقاء اللي طرق عليها مية وتلاتين جنيه يدينا متين وسبعين جنيه. يبقى اربعمية نقص مية وتلاتين يدينا متين وسبعين جنيه ده اللي انا دي الفوائد المدفوعة نقدر. لان اللي عليها زاد. اللي عليها يعني فيه فوائد. عليها فوائد اللي ما دفعتهاش او لأي حد يعني. تعال نشوف ضرائب الدخل. ضرائب الدخل قدامك هي تلتمية. هل فيها مستحقات ومقدمات الدرائب ندور في كامة المركز المالي. اي ده مشكلتك كامل. انا ما بص في كامة دخل وارجع بص في كامة المركز المالي. طرق المباشر. دور كده. انا ما دور معك هو. في ضرائب دخل مستحق قدامنا هي. كانت الف بقت ربعمية. اه. ده حلقة اولا الواحد يشوفها يعني. ده معناها ايه بقى? انا كان عليها السين اللي فاتت للضرائب الف جنيه. بقى عليها كام ربعمية. عارف دي معناها ايه? للتبسيط. معناها ان الضرائب بتاعت السنة دي دفعت كلها. ليه تلتمية دفعت كلها. وكمان دفعت ستمية من السنين اللي فاتت. يبقى اجمال المدفوع تسعمية. صح? ما هي الضرائب المستحقة اللي عليها قلت. يعني انا سددت للضرائب ايه? ستمية. مش كانت الف بقت ربعمية. سددت ستمية. وانا اصلا عليها السنة دي ربعمية. ايه تلتمية قاسف. تلتمية. والتلتمية دي ما زودتش المستحقة. بالعكس المستحقة قل يعني. انا سددت تلتمية. وسددت ستمية من القديم. على فكرة ممكن يبقى معناها ايه? ان الالف دي سددت منها خمسمية بس. خمسمية بس. الالف آآ. سددت منهم. مش عايزة لغبطك. انا مش عايزة لغبطك. انا من الالف. يعني. الالف دي ما زودتش منهم ستمية. سددت منهم سبعمية كمان. والتلتمية دول سددت متين بس. بدل تلتمية. هي هي. بس انا التبسيط بفترض بروح اقل لك ايه عشان بس تفهم بروح اقل لك. الالف دي بقت ربعمية. الضرائب القديم اللي عليها سددت منها ستمية. زائد اللي الدفع. انا مش هدفع القديم واسفة جديد. والجديد دفعت التلتمية. يدينا تسعمية. تمام? ده التبسيط. لكن هي مش شرط يبقى معناها كده. ممكن يبقى معناها سبعمية وامتين. ممكن يبقى معناها تبنمية ومية. تمام? ماشي. يبقى دي درائب الدخل اللي عليها. هل فيه مصروف تاني او قرات سبناه? اه بص بقى كده. دخل الاستثمار هنعالجه انشطة استثمارية. يبقى ما اخدوش في التشغيلية. ما انا دلوقات بحلل المباشرة مش غير مباشرة خلي بالك. المباشرة باخد اللي انا عايزه بس. يبقى الدخل الاستثمار مش هقده خلاص. خسائر فروق عملة غير محققة ما ليش دعوة بيها. ما غير محققة. لم تؤدي الى تدفق نأدي داخل ولا خارج. يبقى لا هاخد دخل الاستثمار مش هقده عشان اودي استثماري. خسائر فروق العملة مش اخدها خالص لانها عاملة زي الاهلاك كده ما هيش نأدي. وانضرائب خدناها تمام. ايه بقى كده الانشطة التشغيلية ايه خلصت. فين بقى الحل اللي انا عمل احله معك ده? اهو. ده الحل اللي انا عمل احله معك. تقلقش الحل كله موجود. حتى ملحوظة بتاعت الارضات الاستثمار كاتبلك لاحظات ستودرك ضمن الانشطة الاستثمارية مش سايبة. انا مش سايبة. نخش بقى انشطة الاستثمارية. ونبقى نقول غير مباشرة في الاخر. انشطة الاستثمارية. اول بنده يظهر الخمسمائة وخمسين اللي بتاعت استثمارات في شركة تابعة نقدم بالصافي خمسمائة وخمسين. لوحدها زي ما انتفقنا. تعالا بقى نيجي للاصول السابتة. الملف هرب مننا. ده المثال اللي فقط. افرض واحد هو معايا كده حاسس انه تاية. عارف اتعمل ايه? اطبع الورقة اللي فيها السؤال ده. وانت بتسمع الفيديو يبقى الورقة دي قدامك. ممكن يبقى كمان الورقتين الفهم الايجابة. يبقى انت عارف ان بعمل ايه? لو انت تاية. بس انا بحاول اسيب السؤال دايما قدامك عشان تبقى معايا بقى لأقصى درجة. لكن انا لو عدت اجيب السؤال بعدين اجيب الاجابة. السؤال والاجابة انت هتوهمني. لأ خلنا في السؤال والاجابة انا بقولها انت بتسمعها مني دلوقتي. ماشي. اللي بقى لك ما عنديش غير اصول سابتة بالتكلفة طرح منا المجمع ادينا الصف. ماشي. يبقى اصول سابتة. فيه ملحوظة عن اصول السابتة دي? فيه. مستكده ملحوظة رقم سابعة. تم بيع اصل سابت بكزا ما قاليش كام. وتكلفته كزا. ما قاليش برضو. مجمع سابتة سابتة بقى. تم دفع تلتمية وخمسين نقدا لشراء اصول سابتة. اده اول حاجة ببالاش. مش انا ببعز ان انا اشتريته اللي انا بعتو. اللي انا اشتريته نقدا ده اللي انا عايزه. انا على فكرة شارع اصول ب1252. بس ملش دعو باللي انا اشاريه انا عايز اللي دفعته نقدا. كم دفعات نقدا. بعيزا مدفوعات لشراء اصول سابتة هتساوي 3500 نقدا هدا اول باند وده طبعا تضفك خارج بالطرح انا بقى عايز اللي باعته من الاصول السابتة لانه قال فيما باعته اعمل ايه رغم انه ولا متجد ثمن البيع ولا تكلفة اللي تباع ولا مجمع اهلاك الاصل المباع دي حتة بقى تقيلة وانا قلت لك انا صعبتها شوية لانه ما كانتش كده في المعيار كان مدي رقمين من الثلاثة المجهولين ثلاثة مجهولين اول حاجة انا هجيب تكلفة الاصل المباع هعرف اجيبها ازاي هتشوف دلوقتي بص كده معاها سيدا والاصول السابت اول السنة كانت 1910 صح؟ وروح تشارع على اصول ب1250 صح كده؟ بقت المفروض تبقى 3610 3610 انا اخر السنة لقيتها كام 3080 لانه شلت منها ايه؟ 650 بتاعت الاستثمارات لانه واحد يقول لي اجيبت 3080 ده من ايه؟ ده 3330 لأ منها شلت منها الاستثمارات تاني بقى اصول سابت اول السنة كانت 1910 مش شايفها هنزود على اللي احنا اشتريناه هو قال لي اشترينا اصول ب1250 يبقى المفروض الاصول السابتة تبقى 310 أنا لقيتها اخر السنة 3080 تمام؟ يبقى لانه باعته تكلفته كام الفرق اللي هو هيبقى 80 جنين تمام؟ 3060 قاسف نعمل اقول 80 ازاقه ها والاصول السابت اول 1010 زاد اصول سابتة مشترى 1250 ده 3160 مش 3060 3060 واصول السابت اخر ببصة ايه؟ 3080 يبقى اذا اللي انا بعته تكلفته كام؟ 80 جنين ماشي؟ انا بس رجعت الاجابة هنا لانه لقيت في رقم الضابط معي او قلته بالعكس يعني يبقى تكلفة اللي اتبع 80 اذا اول حاجة جبتها لسه طب انا عايز مجمع الاهلاك عشان اجيب التكلفة الدفترية اجيب مجمع الاهلاك ازاي؟ اقولك ازاي؟ انا بقى المراتي في التمرين ده بدنا الاهلاك صح؟ الاهلاك هو ربق 150 اه يبقى هارف اجيب مجمع الاهلاك الاصل المباعة اللي بقى لك التمرين اللي فات كان منديك مجمع الاهلاك الاصل المباعة وانت جبته 6060 في المئة في 10.000 وانت فاكر وانا اللي جبت الاهلاك العام المراتي عكس بقى ادك الاهلاك العام عشان انت تجيب منه تك الاهلاك الاصل المباعة شفت بقى هنعملي؟ بص هنعملي يا سيدي مجمع الاهلاك اول العام كان 1060 فحك كده شايفها؟ اضيف عليه الاهلاك العام اللي هو معطف قيمة الدخل فوق اهو تاني الرقم فوق اهو 450 يبقى كده مجموعة الاهلاكات 1510 مفروض اخر السنة لقيت الاهلاك مش 1510 والف كان 450 يبقى مجمع الاهلاك المستبعد نتيجة بيع احدى الاصول قد ايه 60 جنيه تاني مجمع الاهلاك اول العام كان 1060 واهلك هذا العام من الاصول السبت 450 يبقى اجمالي الاهلاكات حتى تاريخه دلوقتي 1050 انا ما بص اخر السنة لقيت الرجل حاطة المحاسب في مقامة مركز المالي مجمع الاهلاك ب1450 يبقى معنا كده الفرق الستين ده ايه؟ ده مجمع الاهلاك اصول مباعة ب60 يبقى تكلفة الاصول مباعة 80 استجابنها ومجمع الاهلاك الاصول مباعة ب60 وعندي بص 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 عندي كده هم؟ عندي ارباح او خسائر بيع في كاملة الدخل بص كده مفيش يبقى الراجل ده جماعة الاصول باعها بتكلفتها ده معناها على فكرة اذا تمن البيع نقدا هيجيبه ازاي؟ هيساوي تكلفة دفترية زائد الربح نقاص الخسارة صح؟ ولا في ربح ولا خسارة صفار يبقى اذا تمن البيع نقدا هيساوي تكلفة دفترية والتكلفة الدفترية بتساوي تكلفة تاريخها الاصل مباعة 80 نقص 60 مجمع الاهلاك الاصل مباعة يبقى الاجابة 20 يبقى تمن بيع الاصول السبتة نقدا هتساوي 20 جنيه ماشا ماشا بص يا سيدي فاكر دخل الاستثمار اللي هو خمسمائة اللي قدامك فوقهم شايفهم؟ مش احنا قلنا مش هنحطهم تشجيلنا نحطهم استثماري تعال نحطهم استثماري هوا الاستثماري معادش في حاجة تانية خلاص ما عنديش الاصول السبتة باندي هو مجمع الاصول السبتة على بعض يعني في نفس الوقت في محفظة استثمارات قدامك هي ألفين ونص بقت ألفين ونص يبقى معلهاش حركة بيع ولا شيرة زي ما هي تمام؟ معلهاش ملحوظة زي ما هي دخل الاستثمارة بخمسمائة دول اتحطوا في الانشطة الاستثمارية بس عليهم ملحوظة اقرى كده ملحوظة رقم خمسة السطر الأخير بلغت الضرائب المحتجزة من المنبع عن توزيعات أرباح الاسهم المستلبة مية اه يعني بيقولك بقى واحنا رايحين نقبض دخل الاستثمارة بخمسمائة دول اتخصم مننا من المنبع ضريبة مية يعني احنا أبضنا ربع مية شفت بقى الكلام؟ هو ده معنى الكلام هو ده معنى الكلام يبقى اذا دخل الاستثمار خمسمائة انشيل منهم مية يبقى صافي ربع مية على الفكرة احنا ممكن نعمل حل تاني على الفكرة ده الحل اللي يجي في المعيار الحل اولي دلوقت ورده تبقى للمعيار برضه في حل تاني انها احط الخمسمية تدفق نقدي داخل وحط مية ضريبة تدفق نقدي خارج يبقى المحصر والتنين استثماري خلي بالي واحد يقول انت تحط الضرائب استثماري اه انت مسمعتش معنا الفيديو اللي فات قلنا لو الضريبة تخص الضريبة تشغيلية لو الضريبة تخص نشاط استثماري او تمويلي حطها في الاستثمار والتمويلي بقى انا بتكلم وفكرة للمعياري بقى احلل النقطة دي اقول خمسمائة نقسمائة ربع مية بالصف على طول او احط الخمسمائة الوحدها داخل والمية خارج ضريبة الاتنين استثماري يبقى الحل في الحلتين صح حل بتاع المعيارة هو حل عمل ربع مية هو تمام اعمل الحلقة اولا انا قلتك على الوحدة 500 قسمائة دينا الربع مية تمام وده الاستثمارية قدام انك اهي برضو لو عايزة تعرفها احنا خلصنا كده الاستثمارية العشرين اهي والربع مية والخمسمائة وخمسين تمام كده لسالي التمويلي التمويلي فقى حتة كده فقى فكرة تعال نشوف طبعا التمويلي بنبص التحت انا عندي التمويلي هنبدأ من اول الديون طويلة الاجل وفي رأس مال خلي بالك وفي ارباح محتجز عشان هنجيب منها توزيعات الارباح ها تحبت تبدأ بمين تعال نبدأ برأس المال رأس المال كان كام الف ومتين وخمسين بقى الف ونص زاد بمتين وخمسين زاد بايه بمتين وخمسين ولكن فاكر لما الراجل ده قال لك لا ده كان التمريل اللي فات عند دخلت التمريب في بعضها التمريل اللي فات لما كان بيقول لك اصدار الاسهم كان قصد اقتناء اراضي لا ده هنا مفيش الملحوظة دي علش يبقى ايزا رأس المال زي ما هو كان الف ومتين وخمسين زاد بألف ونص يبقى ايزا زاد بمتين وخمسين متحصلات من اصدار اسهم تدفق تمويلي داخل هيزودلي فلوسي بمتين وخمسين جنيه نيجي الكروت اه الكروت هي دي اللي فالملحوظة ففكرة اولا فالملحوظة بتقول بص كده ها ناشق امتين وخمسين من اقتراض طويل اجل يعني انا جاء لامتين وخمسين نتيجة كروت طويلة الاجل ده تضفق نقدي داخل على فكرة ببلاش ده اللي بسميه ببلاش زي ما داك فاكر تما شراء اصد سبتة تلتمة وخمسين دي ببلاش برضو دي ببلاش يا كمان دي ببلاش يعني انا مش هتعف فيها يبقى ايزا اه الحصول او على كروت بمتين وخمسين ده تضفق نقدي داخل انا عايز بقى اعرف الكروت القديمة دفعت منها قد ايه ده كنت دفعت يعني هنشوفها مرحة بقى كده مرحة هنعمل ايه ما تنساش الملحوظة بتاع المتين وخمسين ماشي بص يا سيدي انا الديون طويلة الاجل اللي هو اخر رقم في الشاشة قدامك 1040 بقى 12300 مرحة بقى كده انا عايز اعرف دلوقتي سددت قد ايه من الكروت واحد اقول له احنا سددنا اصلا هنشوف ممكن نكون سددنا هنشوف بقولك انا السنة اللي فاتت كانت الكروت اللي عليها 1040 حلو السنة دي خط كارد لسه قدامك بمتين وخمسين بل 1040 زادت بقيت زاد عليها امتين وخمسين وخلي بالك في كروت تانية بص ملحوظة ستة كده قدامك اهيه شيشة قدامك فهو كل حاجة خلي بالك ملحوظة ستة بيقولك الاصول اللي اشتريتها بقى 1250 منها تسعمية بنظام التأجير التوميلي انا مدفعتش ما ماليش اندفعت اللي اتدفعت 350 بس يبقى التسعمية كلهم مدفعوش ده معنى الكلام على فكرة 1250 ده تسعمية تسعمية مدفعوش كاملين يبقى انا الكروت اللي زادت الكروت اللي عليها زادت تسعمية كمان انا كان عنده كروت 1040 زودنا عليها كروت جديدة بمتين وخمسين وزودنا عليها اقتراض نتيجة الحصول على اصول سابتة بتسعمية يبقى كده اجمال الكروت اللي عليها 2190 طب وهي اخر السنة كام مش 2300 بس لان انا اشيل منها ايه ها اهي شايفها تعلس اسمارات يبقى الكروت طويلة الاجهة الاخر العام 2100 مش 2300 طب وهي المفروض كانت تبقى كام 2190 جات ازاي 2190 هقول الاخر مرة كان عنده كروت 1040 اول العام ده ما كان اقتردت ب250 زاد وكمان اقتردت ب900 تأجير التمويلي عشان اخد اصول سابتة يبقى الكروت كلها 2190 اخر السنة اقتها 22100 يبقى انا سددت كام 90 هذا العام يبقى انا سددت من الكروت 90 شفت شفت الكلام جميل ازاي بس كده كده الانشطة التمولية هي كمان خلصت اهي تمولية اهي اللي يدت في الاخر 790 اه لا لسه توزعت الارباح توزعت الارباح لستها انا اول السنة كان عندي ارباح محتجزة ب1380 وكسبت السنة دي 3050 اجمعهم على بعد يبقى الارباح كلها 430 اخر السنة لقيت الارباح 3230 يبقى اذا ما تم توزيع الفرق اهيه ب1200 زي التمرين اللي فات بالظبط شفت اختلاف النقطة دي كده الطريقة المباشرة خلصت نيجي بقى نختم بالطريقة غير المباشرة اللي بتبدأ بصرف ايه الربح اللي هو كام 3050 يلا بنضيف علي ايه بقى فكرني كده الاهلاك الاهلاك معطب 450 صح اهو اهلاك اهو نضيف ايه تاني بص كده معين خسائر العملة الغير محققة ادرجت ضمن المصرفات بكيمة الدخل تبقى الاساس الاستحقاق لكن تبقى الاساس النقدي ها ها لا تدرج لانها غير محققة لا تدرج وبالتالي استبعاد الخسائر دي من قيمة الدخل سيؤدي الى زيادة الربح عشان كده هزود الخسائر العملة غير محققة دي عشان تطلع لي النقد بقى اضفها عشان اطلع على النقد لانها ما تدفعتش يبقى تتضار داخل الاستثمار الاساسمار ابو خمسمية دول يتخصموا لان هم هيتدرجوا استثماري يعني هيتخصموا من التشغيلي عشان يدرجوا ضمن ايه الاستثماري خلي بالك الدخل ده اراد الاراد لما يستبعد من الربح هيقلل الربح عشان كده هتطرح الخمسمية مش هضفها بقى اطرحها عشان هي هتتعالج استثماري واحنا عالجناها استثماري فعلا تمام الفوائد احنا عالجناها تشغيلي بقى مش هنالغ تأثير خلي بالا لان الفوائد ساعات بتعالج تمويلي فوائد المدينة والدينة بساعات بتعالج استثماري زي ما قلنا الفوديو للفاد الضرائب ما تنساش الضرائب الدخل المدفوعة جبناها ابليكات تسعمية بقى انا كده بص بقى ايه تقيمة المركز المالي احنا كده خلصنا التسويات المتعلقة بقيمة الدخل قيمة المركز المالي تنمشي واحدة واحدة كده هتلاقي العملة زادت بخمسمية تقصى لان معنى العملة زادت من ما مسددتش خمسمية كمان تقصى هتلاقي المخزون نقص نقص بلف و خمسين انه لا كان الف و خمسين بقى تسعمية مش بقى الف خل ci بالاك بقى تسعمية فاكل اسثمارات بقى تسعمية يبقى المخزون نقص بلف و خمسين يضاف يضاف repay ناقص الاسول المتداولة يضاف زيادة الاصول المتدولة يخصم. ما احفظ السمرة دي ماناش دعوة بقى اصلا زي ما هي? في اصول السبت عملناها تحت بقى خش بقى الفواد المستحقة زيادة بمية وتلاتين. الانتزامات بعكس الاصول. الاصول زيادتها بتخصم لكن الانتزامات المتدولة زيادتها بتضعف. يبقى زيادة الفواد المستحقة مية وتلاتين تضعف. ضرابة دخل احنا اصلا عملناها. عالجناها ضمن تسعمائة جنيه. لسه في ايه? الموردين اه. الموردين زادت ولا قلت? نقصت. نقصت من الف تمام وتسعين الى مية او مية اه الموردين قلت في الاستثمارات بكام مية يبقى بقت مية وخمسين. يبقى نقصت ب الف سبعمية واربعين. والتزامات المتدولة ما بتنقص بتخصم علي. هخصم الف سبعمية واربعين. تمام? هو ده كل في الطريقة الغير مباشرة. اهي اللي انا عمل اشرحها هو قدامك اهو. في الطريقة الغير مباشرة. هبص برضو عليها معاك اهوت. دي المباشرة ماشي. اللي بقى لك توزعات الارباح ممكن ان تعرض كتدفق نقطة تشغيلي ده قلناه قبل كده في الفيديو اللي فات. عشان نعرف ماذا قدرة لانشوطة التشغيلية على سداد توزعات الارباح للملاك. يبقى المعايير سمح لتوزعات الارباح. تدرج تمويلي او او تشغيلي. مفكرك يعني اهي. نسينا احنا حاجة في اللي احنا عملنا نقول ده? لا كل ده قلناه. طبعا ما ببص فوق لان كده كده الاستثمارية والتمويلية في الغير مباشرة بتبقى زي المباشرة. يعني بنتكلم عالتشغيلية. عملنا كل الحاجات دي قلناها. وطبعا في الاخر النقدية تساوت مع نقدية اخر المدة لمعطاء في التمرين. اه اعطاك التمرينين تقال اهو المتين وتلاتين النقدية هي. اخر الفين وعشرة هي اللي انا وصلت لها في الحالتين متين وتلاتين. المباشرة والغير مباشرة اتلاقي النقدية في الاخر متين وتلاتين قدامك هم. بعد كده بقى ازا ما اتفانى هتلاقي اسئلة للتطبيق انا غير غير محلولة طبعا. عشان حضرتك تحلها وتسألني فيها او انا ان شاء الله ابقى احلها بفيديوهات مستقلة بازن الله. انهيت انا كده شرح قيمة التطبيقات النقدية. اتمنى اكون قدمت لك اضافة جديدة. فهم جديد للقايمة. تطبيق جديد للقايمة. تحليل مالي جديد للقايمة. ان شاء الله الفيديو اللي جاي نستكمل مع بعض. ندخل على اي اي اس. اتنين معيار المغزون. نلتقي على خير. ولا تنسوني في صالح دعواتكم. كان معكم حسام سعد. السلام عليكم.